السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي سلامي للأعزاء في هذه الحصة الجديدة التي سنخصصها لتطبيقات الكتابية الصفحة 196 الكتاب المفيد في اللغة العربية للمستوى الرابع الابتدائي إذن دعم الضواهر الإملائية الإضافة إلى اسم ظاهر أو ضمير والعطف بأدوات العطف الوا والفاء وثم أمجز على دفتاري أكمل بتاء مناسبة بيت إذن تاء مبسوطة لماذا؟ لأنه اسم ثلاثي وساكن الوسط ممحات هنا تاء مربوطة لأنها جاءت بعد مد أو سكون ميت ويصح الوقوف عليها ممحات منتزهات إذن تاء مبسوطة لأنه جمع المؤنث السالم أضع الهبزة المناسبة مكان النقط أهدتني أختي في عيد ميلادي إذن أختي هنا يا همزة القطع في عيد ميلادي ببغاء على السطر لأنها جاءت بعد مد عجيبا لونه أخضر همزة القطع يعني تنطق في وسط الكلام تكتب تنطق في وسط الكلام وفي أوله تزينه خطوط بيضاء على السطر تلمع كاللؤلؤي إذن اللؤلؤي همزة على الواو لأنها ساكنة وما قبلها ضم اللؤلؤي وهنا ما قبلها ضم أيضا إذا دخل مرؤن مرؤن همزة على الواو لأنها يعني ما قبلها ضم غريب بيتنا بدأ الببغاء إذن هنا بدأ الهمزة المتطرفة على الألف لأنها مفتوحة وما قبلها فتح الببغاء على السطر لأن ما قبلها يعني مد بالألف يردد عبارات الترحيب أهلا وسهلا وإذا إذن هنا همزة القطع وإذا تجرأ إذن مفتوحة وما قبلها فتح تكتب على على الألف وإذا تجرأ ولد وهزئ به فاجأه إذن همزة هنا على الألف لأنها مفتوحة وما قبلها فتح فاجأه الببغاء على السطر بتكرار عبارات الاستهزاء إذن على السطر لأنها لأنها مقبلها مد إذن أصل بخط عبارات الاستهزاء الببغاء أختي معرفة بأل أو معرفة بالإضافة إذن عبارات الاستهزائي إذن هنا عبارات فهو اسم نكرة لكنه عرف بالإضافة وضفنا له هذا الاسم هذا إذن عبارات الاستهزائي عرفنا النوع العبارات عبارات فهو نكرة يعني وكما كانت الاستهزاء لا نعرفه عبارة تقدير عبارة الشكر عبارة ترحيب عبارة تقدير إذن الاستهزاء هذه الإضافة هذه اللي عرفتنا العبارات إذن هذا معرف بالإضافة الببغاء معرف بأل وأختي معرفة بالإضافة في نهاية الإضافة هو هذا دامير هذا ديال المتكلم أختي إذن الأخت ديالي أنا عرفنا يعني عرفناها أختي معرفة بالإضافة ونوع الإضافة فهو دامير أصل بخط لأعرف الكلمات بالإضافة عاصمة المغربي إذن عاصمة المغرب ميناء طنجة عطلة الصيف إذن هذه الكلمات عرفت لنا الكلمات الأولى أعرف الكلمات تارة بأل وتارة بالإضافة إلى إسم ظاهر وتارة بالإضافة وتارة بالإضافة إلى دامير متصل مثلا هنا بيت فهو اسمنا كيرة ما عندوش التعريف غير معرف بيت هنا عرفناه بأل أصبح معرفا بأل البيت هنا أضفناه اسم ظاهر معرف بالإضافة بيت الأسرة وهنا مضاف يعني معرف بالإضافة وأيضا أضفنا إليه ضمير بيتنا إذن عبارات هذه نعرفها بأل هذه نعرفها بأل هذه تصبح العبارات إذن نزدنا لها أل مضاف إلى إسم ظاهر عباراته التقديري إذن نزدنا لها التقديري عباراته التقديري مضاف إليه بضمير شو هنديرو مثلا عباراته إذن نزدنا الضمير هو الهاء عيد هنديرو له التعريف بأل العيد مضاف إليه بإسم ظاهر عيد الأضحى مثلا عيد العرش زندنا له العرش مضاف إليه بضمير أو مضاف إليه ضمير شو هنديرو عيدكم أو عيدهم عيدهم أخت الأخت نعرفها بأل الأخت مضاف إليه بإسم ظاهر شو هنديرو أخت 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 المديري ومضاف إليه ضمير أختها أختها أركبوا جملا تستضمنوا حروف العطف الآتيتي الواو والفا وثم أركبوا جملا تستضمنوا حروف العطف الآتيتي إذن الواو عادة نكتبهم مثلا جملة اشتريت اشتريت كتبا وألعابا ألفا ديالي ثم أديرو أكلنا الكسكس ثم الفواكهة ثم الفواكهة إذن اشتريت كتبا وألعابا حرف العطف والواو دخل المدير فالأستاذة إذن الترتيب والتعقيب أكلنا الكسكس ثم الفواكهة إذن الترتيب دون التعقيب إذن هذه جمال ديالنا اشتريت كتبا وألعابا دخل المدير فالأستاذة أكلنا الكسكس ثم الفواكهة دخل المدير إذن قلنا المعطوف يتبع المعطوف عليه في حركة إعرابه كتبا ألعابا المدير الأستاذة الكسكس الفواكهة وبهذا نكون قد أنهينا حصتنا لهذا اليوم شكرا لكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر